نروح لي منتخب مصر ودي حكاية كبيرة وكنت بتكلم عنها من حوالي 6 شهورة وكتر كمان روي فيتوريا رجل له سمعة طيبة في التدريب في منطقة العربية وتحديدا في المملكة العربية السعودية في الدول السعودي وراجل ده دائما يتلقى عروض عشان اجيب لك من الاخر دائما يتلقى عروض من أندية صغيرة وأندية كبيرة في الدول السعودي أندية صغيرة دي أقصد بيها اللي هي أندية اللي في نص الجدول والأندية بتاعة تلقم بصراحة أندية محترم يعني الراجل عنده عرض مغري من نادي اتحاد جده السعودي والعرض ينفع يستنى لحد ما بعد بطولة كاس لهم الأفريقية العرض كان بستمائة ألف دولار في الشهر ستمائة ألف دولار في الشهر اتحاد جده مستعد أنه يدفع لي فيتوريا الشرط الجزائي في عقده مع اتحاد الكورة اللي هو ثلاث شهور يعني حوالي 750 ألف دولار إنه هو بياخد 250 ألف دولار هياخد 600 إذا متأخد 7 ألف دولار في الشهر مع المنتخب هياخد 600 مع اتحاد جده بعد كاس الأمر الأفريقية طيب هل فيتوريا هيمشي الراجل معنا لحد أربع سنين لحد كاس العالم هل هيمشي الله أعلم طيب إحنا ما فود نعمل إيه دلوقتي ما يوهلا ده يعمل إيه حاجة نسيبه الراجل يشغل نسيبه الراجل يركز هو عروضه بقى يعرف يتعامل معاها نتمنى إنه يكمل معانا نتمنى الأول إنه يعمل حاجة حلوة في كاس الأمر الأفريقية بعد كاس الأمر الأفريقية نتمنى إنه يكمل معانا لكاس الأمر مش هو أمر مدرب كبير ومحترم في المقابل اتحاد الكرة زي بيقوله كده إيه إفرش له الأرض رملة وخليه مبسوط ما تحط لهش أي معوقات أو يبقى مدائم من أي حاجة عشان أنا لن بقى مدائم في الشغل حتى لو أنا مبسوط مع فكرة أنا بضرّم منتخب مصر ممكن أمشي هلازم يقى مبسوط ولازم يبسطنا هلازم هو مبسوط ولازم يبسطنا يبسطنا إزاي؟ بنتائج حلوة نقصب كاس عالم يكسب كاس الأمم هذا الانبساط اللي إحنا عايزين طيب نفي ما يخص منتخب مصر